وصل الرئيس عبدالفتاح سيسي إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين والتي تعقد بمدينة نيودالهي وصرح متحدث الرئاسة بأن مشاركة الرئيس سيسي في القمة تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي نارين رامودي الذي تتولى بلده الرئاسة الحالية للمجموعة وذلك في ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تعقد في ظرف دولي دقيق والعلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والهند من المقرر أن يركز الرئيس سيسي خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية بواجه عام والأفريقية بواجه خاص لسيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ على خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تسهم في جذب استثمارات وتحقق نمو اقتصادي والتنمية لجميع الأطراف كما سيؤكد الرئيس سيسيا على ضرورة تقديم المساندة الفاعلة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مواجهة التدعيات السلبية على الاقتصاد والغزاء والطاقة للعديد من الأزمات العالمية المتلاحقة هذا فضلا عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ وتمكن الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وقد أوضح المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى الهند سيتضمن أيضا عقد بعض اللقاءات الثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين للتشاور مع القادة والمسؤولين الدوليين حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك